الفاصل الأخير مع سيد وزير الاستثمار أي مستثمر عايز بنية أساسية أكيد عايز طاقة وعايز بنية أساسية هنعمل إيه في البنية أساسية؟ خاصة المصر محتاجة بنية أساسية ضخمة جدا وعندك اقتراحات لهذه الأمر البنية الأساسية يعني أنا شايفها لازم برضو تاني نفكر في مزيج من تمويل البنية الأساسية يعني الحلول مش هتقب حل واحد الحل الواحد الوحيد وهو تمويل البنية الأساسية إن الدولة تتحولي لا أعتقد أن الحل الوحيد ده هيخلينا نجري بالنمو اللي احنا بنرغبه في السنتين ثلاثة القادمين وبالتالي يجب استخدام مزيج من الحلول التمولية الحل الكلاسيكي وهو عن طريق الموزنة لعمل الدولة أحد الحلول وبالتالي مش هعمل بنية أساسية؟ موجود في الموزنة لعمل الدولة الجزء القليل اللي موجود لبعض مشروعات البنية الأساسية ولكن لازم نهارده نشتغل على أنه يتصرف ما يتصرفش؟ بالضبط لأنه في الآخر أنا عايز برضو جوة 260 مليار مش عايز أنساهم 260 مليار دول فيهم برايفت فيهم خاص وفيهم بابليك فيهم عام فكل واحد عنده نصيبه في الأهداف اللي حتتحقق الفورين دايرت انفاسمت هنحط له نصيب أنه يعمل 10 مليار دولار دا حيعمل النهارده 120 مليار جنيه مصري الـ private أو 140 مليار جنيه مصري يبالتاني لازم يعمل 120 مليار جنيه مصري طيب الحلول الأخرى إيه؟ أدوات التمويل المختلفة لكن عشان أعمل أدوات التمويل المختلفة لأغلبها النهارده يجب أن نحن نبص للعالم كله بيمول الـ infrastructure ازاي أو البنية الأساس ازاي بنمولها عن طريق سوق السندات طيب سوق السندات يبال لازم أرجع لسوق السندات الحياة يبال لازم النهارده أبتدي أنصق وأعتقد أنه المركزي عنده الـ initiative دا وعنده الروح أنه يرجع تاني حي سوق السندات بأن أنا أبتدي تاني أدخل سماصرة الأوراق المالية فيه أو المؤسسات الوسيطة التابعة لهيئة الرقابة المالية فيه التداول على السوق السنوي للدين الحكومي وبالتالي حخلق اللي بنقول عليه إيه بنش مارك حخلق قعدة أقدر من خلالها أسعر الباقي وأقدر ننزله إلى السوق وبالتالي أقدر نهارده أمول محطات كهرباء من خلال سندات طويلة الأجل سوق السندات دلوقتي قايم على المتعملين الرئيسين هما البنوك بالضبط بالضبط فحضرتك بتقول لي أنه السنوي بتاول بتاوله يدخل بورسة عايز دا يخش البورسة ويبقى عندك سوق سندات يمول البنية الأساسية وعايز بنش مارك خلينا أشرح للناس عايز أعمل طريق جديد موازي لمصر اسكندرية مضبوط حقيقة الطريق دا لقى بوابة بياخد تيكتس طريق مصر اسكندرية النهاردة لو جيتي تمولي عايز أمول توسعته توسعته ورصفه حتلاقي تكريفته عالي جدا لكن النهاردة تقدري تجيبي كل العواقق دي بس أموله بسرعة قد إيه يعني بسرعة قد إيه هتجيبه أن الفلوس هتابع عندك أنت هتطرحي سند السند دا هتجيبي فلوسه من المؤسسات المالية طويلة الأجل خلينا نركز على طويلة الأجل التي لها طابع طويل الأجل دون اللي بيستثمروا في الإنفراسطر بسرعة هيحط فلوسه ثمان سنين وعشر سنين عشان يماتشي الناحية التانية أو يقابل الناحية التانية في ميزانيته وبالتالي هيقدر يعمل عوائد أعلى بكتير من السندات وأعلى من سندات الحكومية وأعلى من بعض سندات الشركات على أن معظم البنوك دلوقتي فلوسها في السندات الحكومية وقصيرة الأجل كمان أغلبها في الإزول فقصيرة الأجل إذن أدي الطريقة التانية للتمويل الطريقة التالتة البي او تي ليه ما فعلوش تاني مش غلط الطريقة التالتة إن أنا النهاردة البي او او تي ليه ما فعلوش تاني يبقى أنا النهاردة عندي مزيج من قليات التمويل لازم أشتغل عليها كلها دي كلها أدوات يعني اللي هو يشارك فيها المستثمر ويدير ويشغل ولا يمتلك أو يدير ويشغل ويمتلك يعني لها في مجموعة من الأليات طيب الصندوق يعني عشان وقت ينتهي قطاع الأعمال العام معك مع وزارة الاستثناء وكان في فكرة للصندوق السيادي اللي فيه كل قطاع الأعمال وفيه كل يعني أصول الدولة هل يعني فين الصندوق ده؟ هو الحقيقة أنا يعني منذ تولية المسؤولية بتاعة وزارة الاستثمار وقتال الأعمال هو المبارح يعني آه يعني من يومين بدأت أنا ما عنديش لسه أصاين من الصندوق السيادي ما عنديش تعليمات بأنه فيه صندوق السيادي هيخلق ولكن أنا النهاردة كواحد خبرته في مجال الاستثمار المباشر آه بدأت النهاردة برضو تاني رجوعا للتفاصيل آه أبدأ أمسك شركة شركة على 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 حدة ونبتدي شركة شركة نعملها عادة كلا لأن يمكن تطوير الشركات على حالتها دي يمكن تطويرها حدي لحضرتك مثلا أنا سمعت ما يمكن تطوير الشركات دي كتير أولا طيب حدي لحضرتك مثلا وخلينا أقولها ده مش أعلان قبضة الإسكان والسياحة والسنة تمام؟ القبضة الإسكان والسعية والسنة كان عندها مصر الفنادي مصر الفنادي عندها نايل هيلتون نايل هيلتون ده في الثلقاعد ما بيتطورش ما inim باقول الريتس كالت brauchen ما بعوش حاجة خلاص ما تبعش هتوديروا الريتس كالتون اه الريتس كالتون هيدير بدأ النايل هيلتون طيب الريتس كالتون عشان يدير كنا عايزين 20 искит سببائة مليون جنيه تامام؟ عشان أطور القتال ده النهاردة اول مسلحة بتشتغل بتبص يتلاقي الفنادق من تسعين لمائة في المائة. والسياحة احنا عارفين ان هي لها دورات اقتصادية. ما بتمشيش في حاجة واحدة. وبتتأثر جدا جدا بالمخاطر السياسية. ولكن اول ما الفندق ده النهاردة لقينا انه كله رأس مال بس. ما فقوش جنيه قرد. اذا تكلفة رأس ماله النهاردة عالية جدا. خمسة وعشرين وتلاتين في المائة. طب نروح اقترض ستمائة سبعمائة مليون جنيه دول من البنوك عادي كأي كأني اي مؤسسة خاصة. وطور كل الكلام ده ويتس كارتون يجو يدير وشغاله واطراحه. يشتغل. البنوك مش هتخاف تقرد شركة قبضة. ما اقردت فعلا. فعلا ما هي اقردت. وعلى فكرة وبنوك خاصة. وتعمل عليه مسابقة. من البنك اللي عايز القرد ده. طب دي دي شركة سهلة. لكن شركات المعضلة بقى زي المحلة وزي حديد والصلب. في شركات طبعا خلينا خلينا نقول انه القطاع العام كله هو مسئولية الدولة دول موظفي الدولة. دول مسئولية اجتماعية اساسية للدولة. الدولة مش هتتخلع عن مسئوليتها بالعكس. ولكن احنا بنطور. طيب هل الشركات النهاردة هل قطاع الغزل ده ملوش حل فني. هنبص في حلول الفني. لو حل فني ولا لا. لو مزيد منتجات تانية لازم تتعامل ارخص ولا لا. لو ايكورمي اوف سكيل لازم يتعامل ولا لا. في حلول فنية وملية عديدة. لازم هنبص على شركة شركة على حدة. مش هناخد العملية تاني عموميا. مش هناخدها قبضة. لأ هناخدها تابعة. آآ ليه 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 شايف الحركة تصريحات تخص الباعة الجائلين وجراج الترجمان. لا 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 تخصني. احنا بنساهم مع معالي رئيس الوزرة والمحافظ القاهرة. في ان هم بنفذوا تعليمات الرئيس في حل مشكلة الباعة الجائلين. يمكن عشان في حاجات بعض المقترحات بتاعتهم وبعض الحاجات تخص الشركات القبضة. وبالتالي نقلوهم مثلا. من هنا طبعا عشان معاهم وأحل معاهم. لازم برضو بضمن ان الشركة القبضة بتحل. ولكن بتاخد منفعة اقتصادية من الموضوع. ايه منفعة القبضة الاقتصادية هتبقى? هتأجر. هتأجر الجارش? حاجة غير مستغلة عندها. هتأجر على المحافظة. والمحافظة عندها فلوس تدفع? آآ من المحافظة ما عندهاش فلوس تشتري. لكن عندها فلوس تأجر. آآ رأيك ايه درائب البورصة? او الدرائب على البحر الرأسمالية? كويس. بدأنا الحلقة بالعوائد. وحننهي الحلقة بالعوائد. آآ العوائد بتاعتنا في مصر تصل الى تلاتين في المية. طيب. البورصة المصرية منذ يناير حتى الان حققت تقريبا اتنين وعشرين في المية. حتى بعد النزلة بتاعت الاسبوع اللي فات. تمام? ودي نزلة عادية بنسؤول عليها نزلة تصحيحية. بورصة بتقبل تفعت جامد جدا. والمستثمر عايز يحقق ارباح. فبيبتدي بيع شوية. فبيصح المؤشر. طيب. ازا كنت انا السنة اللي فاتت في الفين وتلاتاشر كنت تاني سوق في العالم. في العوائد. والسنة دي اول اربع اخمس شهور عامل اتنين وعشرين في المية. ويمكن في المرتبة السبعة في العالم. يبقى. النهاردة ايه المانع? ان الاتنين وعشرين في المية دول بواحد وعشرين في المية. يعني انت مؤيد. لفرض. جدا لسبب. ليه? لانه في الاخر انا لازم اس نفسي زي ما كده اس التنافسية. ازاي ما اصي الاعمال لازم اويس نفسي في الاعباء الضربية للنتج المحلي. طيب. الاعباء الضربية لنتج المحالي الإجمالي في مصر لو خرجت الحكومة 9% ده أقل من دول عديدة حوالينا اللي بتتراح إلى من 23% إلى 24% بس مش هتناقش موضوع يعني لسه القانون مطمضاش من السيد الرئيس لكن مش هتناقش مثلا التوزيعات أو تفكر فيها أنا أعتقد حضرتك أنه في الآخر أنا حبصلها عبق ضريبي تمام وبعدين خلينا نقول حاجة تانية برضو الموضوع تم منقشته قبل كده والفورميلة اللي أصدولها دي أصدولها بالنقاش مع السوق برضو والنقاش مع الجماعيات المهنية أنا وقتي خلص لكن معي اتصال من البحرين مش عايزة يعني برضو مشاهديننا في الخليج بالذات لو كانوا مستثمرين أستاذ سعد من البحرين اتفضل أستاذ الأميز أستاذ الأميز أستاذ خير مع الوزير أهلا بك تفضلي فان مع الوزير أنا حاجة بتتكلم على الدرايب على البورصة حاجة الجاي من نشاط بنكم السمار وفاهم الموضوع تأثير درايب زيادية مقارنة بالبلاد اللي حوالينا مفيش حد تقريبا بيفرض الدريبة دي هل ده مش هيؤثر على تنفسية البورصة المصرية حاجة بتتكلم انه 1% بس من 22 أعتقد ان النسبة هتبقى أكبر من كده بكتير شكرا يا أعتقد ان الموضوع يبقى ليه تأثيرات سلبية شكرا يا أستاذ سعد لا مش عادة ناخد باية التصالات هل تفعل وقتنا هتخلص طب نرد برضو على ديفا نرد أعتقد ان الموضوع تم مناقشته مع كل الجماعات المهنية وأعتقد ان هو دلوقتي اسمه يعني إيه يعني البورصة بما عرفت ان فيه ضريبة على البورصة نزلت وبعد ما نزلت بدأت تطلع تاني وبدأ المستثمرين الأجانب يشتروا تاني وبالتالي أنا أعتقد ان هي مخصومة في سهر السوق حالي وكمان فيه عافة لصغار المستثمرين لا أعتقدش من 15 عامل ومعمولة بعدالة كاملة يعني ممكن نفرد لها بعد كده حاجة تانية خاصة بس هي معمولة بعدالة كاملة متوقع أن يوقع القرار قريبا القرار بقانون غالحية ما عنديش فكرة طيب بس هو يعني أمام الرئيس آه طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا سيد وزير السسمار سيد أشرف سلمان أنت متفائل كما يبدو جدا 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 طيب وأحنا يعني أنا هاخد من هذا التفائل وسعيدة مرة أخرى يكون عندنا وزير السسمار له رؤية وعنده بدائل وعنده أفكار لأنه هي دي المرحلة القادمة ويدوبك بقى نسيب الوزير يروح لأنه لازم يكون في مكتبه الساعة 7 الصوح أشكرك شكرا جزيلا وأشكركم أعزائي المشاهدين سهرناكم نتقابل بكرة بإذن الله وهذه الاميس الحديث تحقيكم تحقيكم تحقيقا على خير